الوفد العماني غادر صنعاء والميليشيات الحوثية تضع شروطا تعجزية وتعرقل ملف سلام ميليشيات الاخوان الارهابية تهرب الاسلحة والصواريخ الى الجنوب لزعزعة الامن والاستقرار وافشال منجزاته العاصمة عدن تستقبل مركبات امنية حديثة بدعم من دولة الامارات الشقيقة اهلا بكم مشاهدين في هذه النشرة انهى وفد من سلطنة عمان زيارة الى صنعاء في سياق جهود اقليمية ودولية منسقة مع الامم المتحدة للدفع باتجاه التوصل الى اتفاق هدنة للسناف عملية السلام قالت مصادر سياسية ان بيليشيات الحوثي تبسكت بشروط تعجزية المتمثلة بصرف رواتب وفتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء دون رقابة تكثفت المساعة الاقليمية والدولية للتوصل الى حل سياسي شامل للازمة في اليمن في الاونة الاخيرة الوفد العماني غادر صنعاء دون الاعلان عن نتائج الزيارة التي استغرقت اربعة ايام وقالت مصادر سياسية ان ميليشيات الحوثي تمسكت بشروطها التعجزية المتمثلة بصرف الرواتب لعناصرها وفتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء دون رقابة لتسهيل تمرير وتهريب شحنات السلاح ورفض القيادي الحوثي المدعو مهد المشاط خلال المشاورات التفاوض حول بند المرتبات وفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة زاعما انها استحقاقات انسانية لاثبات الجدية في السلام كما هدد كعادته باعادة تسعير الحرب ردا على عدم تنفيذ اشتراطات الميليشيات قائلا ان صبر ميليشياته اوشك على النفاد وان الوقت ليس مفتوحا امام الحكومة على حد تعبيره وتأمل الامم المتحدة البناء على الظروف الحالية الشبيهة بالهدنة من اجل تمهيد الطريق لعملية شاملة لانهاء هذه الحرب بشكل دائم وكان المبعوث الاممي الى اليمن هانس جرونبرغ ابلغ مجلس الامن في احاطته الاخيرة بان اطراف الحرب توصل اظهار الاستعداد للبحث عن حلول لكنه اكد الحاجة الى ترجمة ذلك الى خطوات ملموسة ويأتي انهاء الوفد العماني زيارته الى صنعاء عقب وصول الجهود الدولية الاقليمية الى طريق مسدود نتيجة العراقيل التي وضعتها مليشيات الحوثي في طريق السلام ويرى مراقبون ان تصعيد المليشيات الحوثية مؤخرا هجماتها البرية والمدفعية والجوية بالطيران المسير ضد الاعيان المدنية وفي جبهات القتال يعيد الاوضاع الى مربع الصفر ويهدد باشعال الحرب مجددا وقف المجلس الانتقالي الجنبي خلال اجتماعنا مام اخر تطورات المشهد السياسي والجهود التي تبدل من قبل الوسطى الاقليميين وتوليين لوقف الحرب واحلال السلام والتحركات ذات الصلة بقضية شعب الجنوب وجددت الهيئة ترحيبها بأي جهود تفضي لوقف دائما لاطلاق نار يؤسس لعملية سلام شاملة ومستدامة تكون قضية الجنوب حاضرة في جميع مراحلها وعلى سرعة تشكيل الوفد التفاوضي المشترك ليتولى مسؤولية العملية التفاوضية بكامل تفاصيلها كما جددت التأكيد على ان موارد وثروات الجنوب هي حق سيادي لابنائه وهم من يقررون مصير كل ما يرتبط باردهم او يمس حقوقهم ومصالحهم ويحدد مستقبلهم السياسي استقبل محافظ حضر موت مبخوت بن ماضي وفد المبعوثة الخاصة الأمينة العام للأمم المتحدة برئاسة مساكي وتنابي وكبير المستشارين السياسيين أكد مساكي أهمية هذه الزيارة لمحافظة حضر موت في سياق مساعي مكتب المبعوثة الأممي لتفعيل جهود أحلال السلام منوها بزيارة مرتقبة للمبعوثة الأممي إلى حضر موت من جهتي أشار بن ماضي إلى جهود السلطة المحلية لإستقرار حضر موت وجعلها مهدى سلام تجنيبها المجابهات التي تشهدها البلد قال المستشار السياسي والعالمي لرئيس الوزراء علي السراري للغد المشرق أن مرتبات اليمنين مقبل الانقلاب الحثي كانت تصرف من إرادات ميناء الحديدة بدرجة رئيسية أضف السراري للغد المشرق أن المرتبات تصرف من إرادات ميناء الحديدة وليس من الغاز والنفط وترفض ميليشيات الحثي صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها رغم حجم الإرادات الكبيرة وعوائد ميناء الحديدة ويرجح مراقبون أن الميليشيات الحثية تجني مبالغ طائلة بالعملة الصعبة من عائدة صفن الوقود الكبيرة أفشلت وحدات من القوات المشتركة بمحافظة شبوى محاولة تهريب قذائف هون كانت قادمة من محافظة مارب وتعتبر عمليات تهريب الأسلحة وذخائر للجنوب نهج الميليشيات الإخوانية ويهدف هذا النهج لزازعة أمن الجنوب وإفشال منجزاته الكبيرة التي تحققت وتشويه صورته لدى المجتمع الأقلمي والدولي الميليشيات الإخوانية الإرهابية التي تسيطر على بعض المناطق تشكل خطرا كبيرا على أمن الجنوب في ظل حرب شاملة تستهدف زعزعة استقرار الوطن وتقويض أمنه وتسهل الميليشيات الإخوانية عمليات تهريب واسعة النطاق التي تضم الأسلحة والذخائر والعناصر الإرهابية لزعزعة الاستقرار في الجنوب أحدث مثال على هذا التهديد كان محاولة تهريب قذائف هون من محافظة مارب إلى محافظة شبوة ولكن وحدات من القوات المشتركة في المحافظة تصدت لها وأحبطتها وذكر مصدر عسكري بمديرية الروضة أن اللواء أحد عشر صاعقة اكتشف وأوقف تهريب قذائف الهون التي كانت مخفية بشكل احترافي في سيارة حاولت المرور عبر الطرق الجبلية بعيدا عن النقاط العسكرية وكانت هذه الذخائر في طريقها لعناصر إرهابية بالتعاون مع الميليشيات الإخوانية التي سمحت بعملية التهريب منذ البداية الضربة الأمنية تستهدف المؤامرة التي تطلع بها الميليشيات الإخوانية والحوثية للنيل من نظام الأمن والاستقرار في الجنوب على نطق واسع وتبرز محاولة التهريب الأخيرة الحاجة إلى التنبه من دور المناطق التي تقع تحت سيطرة الميليشيات الإخوانية على الحدود مع الجنوب في تهريب الأسلحة والذخائر وتجنيد الإرهابيين للجنوب هذا التهديد يديره ويدعمه بشكل أساسي تنظيم الإخوان الإرهابي الذي يقوم بمهمة تزويد وإمداد التنظيمات المتطرفة التي يخوض الجنوب حرباً وجودية ضدها ويعتمد الجنوبيون على يقظة أجهزتهم الأمنية في مواجهة هذا التهديد الخطير الذي يحمل طابعاً وجودياً ضد الجنوب في محاولة لإغراقه بالكثير من التحديات وتأخير تحقيق أهدافه على كل المستويات والغاية الرئيسية لهذا التهديد هي منع الجنوب من المضي قدماً في مسار تحقيق مكاسب سياسية تخدم قضية شعبه الأساسية وهي استعادة دولته وفك الارتباط بالإضافة إلى محاولة إرسال رسالة مغلوطة للمجتمع الدولي والإقليمي بأن الجنوب غير آمن ويخضع لسيطرة التنظيمات الإرهابية شهدت مدينة سيئون وقفة احتجاجية أمام بوابة محكمة للسناف شارك فيها العشرات من الأهالي المطالبين بسرعة القبض على المتهمين بعملية الاعتداء على المتظاهرين أمام قصر سيئون في فعاليات يوم الأرض الجنوبية الموافق 7-7-2023 بإسناد ودعم أهالي وشباب وادي حضر مهود نفذ أهالي المصابين في عملية الاعتداء على المتظاهرين في فعالية يوم الأرض الجنوبي بسيئون وقفة احتجاجية سلمية أمام محكمة الاستئناف للمطالبة بسرعة القبض على المتهمين طالما أن النيابة الآن وجهت رسالة إلى الأمن هي المسؤولة الآن على متابعة تنفيذ قرارها مع الأمن وليس نحن كاهل مصابين هم مسؤولين على هذا الكلام طبعا الموضوع أخذ بعد القانوني قدمنا بشكوى أمام النيابة وما قصرت النيابة وجهت بتوجيهات صريحة للأمن ولكن للأسف الجهات الأمنية إلى اليوم مر أكثر من شهر وشوي لم تقدم الجناعة ولم ترفع الملف إلى النيابة هذه الوقفة هي تذكير العدالة بأن الحق يعلو ولا يعل عليه وإن شاء الله أن يأخذ الجناعة القصاص الشرعية منهم وأن يأخذ الجناعة معاقبتهم وعقوبتهم الشرعية في الوقفة رفعت لافتات تطالب السلطات الأمنية والقضائية بملاحقة المتهمين ومحاسبتهم وعدم التساهل في دماء ضحايا التظاهرات السلمية للمحافظة على النسيج الحضرمي فنحن اليوم وقفنا هذه الوقفات تلبية لمطالبها لجرحة حتى ينال كل مجرم حسابه ويزيبه داخل السجن المطلب ليس أصبح اليوم مطلب أسري فقط إنما مطلب شعبي فكل أبناء حضرموت يطالبون بالإمساك بالمجرمين حتى ينالوا حسابهم ما زالت إلى الآن القضية في النيابة لم ترفعت إلى الأمن وإلى الآن الأمن لم يقوم بدوره والطالب الأمن بالإسراع باعتقال كل الذين قابوا بإطلاق الرصاص الذين قابوا بإطلاق الرصاص على المعتقلين في تاريخ سبع سبع مر أربعة وأربعون يوما ولم يتم القبض على المتهمين والمحتجون غاضبون من الجهات المعنية التي لم تباشر بإلقاء القبض على المتهمين لردعهم ومحاسبتهم أمام العدالة محمد بحفين الغد المشرق سيون وبدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة استقبلت العاصمة عددا عددا من المركبات الأمنية التي ستوزع على كافة مراكز الشرطة بهدف الارتقاء بعمل المرافق الأمنية وتنفيذ المهم المختلفة في إطار رفع مستوى جاهزية المنظومة الأمنية والشرطية قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة دعم جديد لكافة مراكز الشرط في العاصمة عددا وصلنا هذه الآليات إلى محافظة عددا وإن شاء الله في الأيام القادمة سيتم التوزيع لمراكز الشرطة هذه السيارات جميعا كلها لمراكز الشرطة لا يوجد أي سيارة ستوزع لا مدير ولا نائبه ولا لأي واحد حتى نكون على علم في هذا الموضوع هذه السيارات وجدت لمراكز الشرطة فقط نحن نريد أن نرفع من جاهزية مراكز الشرطة بحيث مراكز الشرطة تكون فاعلة وتوصل إلى مرحلة أن تقدم خدمات جليلة للمواطن الدعم الإماراتي السخي تمثل بتوفير كافة المستلزمات اللوغستية والأليات النوعية وذلك ضمن برنامج أمني متكامل سيستمر لمدة عامين الدعم الوارد الآن وصل نحا من دولة الإمارات العربية المتحدة وهو دعم تواصل بشكل مستمر الدعم إدارة أمن عدن ومجهودات مدير أمن المحافظة وإدارة الإمداد والتموين وسنقوم بتوزيع هذه السيارات على مراكز الشرط داخل المحافظة على تمام المديريات جهود حثيثة تبدلها دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق الأهداف المرجوة المتمثلة في تثبيث منظومة الأمن وتمكين منتسبيها من أداء مهامهم على الوجه الصحيح والتي ستنعكس بشكل جلي على استقرار المدينة فاتف اسكندر لقناة الغد المشرق عدن النشرة مستمرة وتتابعون فيها بعد فصل قصير منظمة أطباء بلا حدود تكشف عن تضاعف حالة الإصابة بالحصبة في اليمن أهلا بكم من جديد تستهدف الميليشيات الحوثية الشركات التجارية الكبرى في بناطق سيطرتها لخلق مزر دخلا من القطع الخاص لإتراءي قادتها وتابعها بهذه الأموال تتجه الميليشيات الحوثية لتأميم كبرى المجموعات التجارية في اليمن بعد سيطرتها على الغرفة التجارية في صنعاء في مسعى منها لتحويل المال الخاص إلى ملكية حوثية وكشفت مصادر خاصة أن ميليشيات الحوثي صادرت أصولا وممتلكات وأموال مجموعات تجارية كبيرة في مناطق سيطرتها وأرغمت هذه المجموعات على نقل هذه الأصول لقيادات حوثية بوثائق وتحت الإكرار وعمدت الميليشيات الحوثية لفرض مشرفين على مصانع وخطوط إنتاج تابع لمجموعات تجارية كبيرة في محافظات الحديدة وتاعز تمهيدا للسيطرة عليها ووضعها تحت الوصاية والتصرف الحوثية ويقوم المشرفون على المصانع بمراقبة كل عمليات الإنتاج والمبيعات وأسجلات التعاملات مع الوكلاء ويفرضون وصاية كاملة على هذه المصانع وكانت الميليشيات الحوثية أعادت تشكيل هياكل الغرف التجارية في صنعاء ومناطق سيطرتها الأخرى لكي تكمل السيطرة على أموال القطاع الخاص وتحول رأس المال الخاص إلى ملكية حوثية في توجه لتأميم شمولي واضح كما وجمدت الميليشيات حركة نقل أموال التجار إلى المناطق المحررة وإلى الخارج لتغطية تعاملات تجارية الأمر الذي قلص كثيرا من النشاطات التجارية وحدى من ربحية القطاع الخاص وكبده خسائر كبيرة ويقول مراقبون إن ميليشيات الحوثي تستهدف من تدمير القطاع الخاص والسيطرة على الشركات التجارية الكبرى لتشيد إمبراطورية مالية وكيانا اقتصاديا موازيا خلافا عن واردات الدولة التي تنهبها وذلك في مسعى لإطالة أمد الحرب ويتألف القطاع الخاص اليمني بغالبيته العظمى من شركات صغيرة أو صغيرة جدا توفر لما يقرب من 70% من اليمنيين العاملين مصادر أرزاقهم كشفت منظمة الطباء بلا حدود في اليمن عن تضاعف حالات الإصابة بالحسبة بمعدل ثلاث مرات تقريبا في نصف الأول من عام 2023 وذلك مقارنة بعام 2022 بأكمله قالت منظمة أطباء بلا حدود في تقرير صادر عنها إن أعداد مرضى الحسبة في اليمن تضاعف ثلاث مرات تقريبا في النصف الأول من عام 2023 وذلك مقارنة بعام 2022 بأكمله وأضاف التقرير بأنه على مدى السنوات الثلاث الماضية كان هناك زيادة كبيرة في عدد الأطفال الذين تم إدخالهم إلى مستشفيات منظمات أطباء بلا حدود في اليمن لعلاج مرض الحسبة لكن العام الجاري شهد ارتفاعا مقلقا في معدلات الإصابة منظمة أطباء بلا حدود في اليمن أوضحت أن عدد الحالات تضاعف ثلاث مرات تقريبا حيث وصل إلى ما يقرب من أربعة آلاف مصاب ما زاد الضغط على المرافق الطبية المنهارة أصلا في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي الزيادة الهائلة في عدد حالات الحصبة قالت منظمة أطباء بلا حدود إنها ليست قضية منعزلة بل تتعلق بحياة الآلاف من الأطفال لا سيما مع ما تشهدهم محافظات عمران وصعدة وحجة وإب والحديدة وتعز ومأرب وشبوة من ارتفاعا في الأعداد والتأثير المدمر للمرض تقرير منظمة الصحة العالمية أكد أن الفجوات الرئيسية في حملات تطعيم الروتيني والصعوبات الاقتصادية التي يغذيها صراع الانقلابيين بالإضافة إلى الوصول المحدود إلى مرافق الرعاية الصحية الأساسية تلعب دورا رئيسيا في انتشار هذا المرض وغيرها من الأمراض الأخرى التي يمكن الوقاية منها هذا ودعت أطباء بلا حدود إلى ضرورة معالجة هذه الأزمة الصحية الخطيرة استجابة شاملة ومنصقة لحماية الأطفال اليمنيين من خطر الإصابة بالحصبة وتعزيز التدابير الوقائية ومشاركة المجتمع وتعزيز إدارة الحالات كما يجب ضمان توافر اللقاحات في الهياكل الصحية وزيادة إمكانية الوصول وقدرة مرافق الرعاية الصحية العامة وتعزيز مسارات الإحالة وتعزيز الوعي الصحي المجتمعي وتعمل ميليشيا الحوثي الانقلابية منذ سنوات على منع اللقاحات في مناطقها وتحذر المواطنين منها على أنها مؤامرات خارجية ضد اليمن على ذلك المنع وتلك الإشاعات التي كانت تطلقها الميليشيات هي السبب الرئيس وراء انتشار الأمراض بهذه السرعة بحث وزير الدولة محافظة العاصمة عدن أحمد حامد لملاز مع رئيس بعثة طباء بلا حدود أيولد السالس أوجه التعاون المشترك لتقديم الخدمات الطبية في عدن والمحافظات الجنوبية ونقش الاجتماعيات تعاون وتنسيق بين السلطة المحلية مع المكتب الرئيس لبعثة طباء بلا حدود بعدن بما يضمن تسهيل الإجراءات والتنظيم العمل لخدمة المرضى وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للفئة المستهدفة شهد وكيل محافظة حضر موت لشؤون مدريات الوادي والصحراء عامر العمري مراسم السلام مبنى طوارئ هيئة مستشفى سيئون بعد إعادة تأهيله أكد العمري على ضرورة أن تتواكب خدمة الطوارئ المقدمة بالهيئة للمواطنين مع تجهيزات في ألبونية التحتية التي تم العمل عليها منوها بجهود المختصين بسلطة المحلية ومكتب الصحة التي أخرجته بهذه الصورة التي تعكس الاهتمام الكبير من قبل السلطات المحلية بالقطاع الصحي أمل أن ننتقل معكم إلى آخر أخبار الرياضة توجد منتخب إسبانيا بكأس العالم لسيدات لأول مرة في تاريخه بعد تخطي منتخب إنجلترا في النهاء بيهدف نظيف وأسجلت قائدة المنتخب أولغا كارمونا هدف المباراة الوحيد في دقيقة التاسعة والعشرين وانتظرت إسبانيا مشاركتها الثالثة فقط بعد عامي 2015 و2019 لتدفر باللقب للمرة الأولى في تاريخها أعلن نادي الهلال السعودي ضم المهجم السربي أليكساندر ميتروفيتش إلى صفوفه قادما من فالهام الإنجليزي ويبلغ ميتروفيتش من العمر 28 عاما ولعب ضمن صفوف فالهام منذ موسم 2017 إلى 2018 حيث شارك مع الفريق لندني في 206 مباريات أحرز خلالها 111 هدفا ومنح 22 تمريرة حاسمة موسيقى موسيقى وبعيدا عن الرياضة وصلت العاصفة المدارية هيلاري إلى ولاية كاليفورنيا الأمريكية مع تحذيرات من خبراء الأرصاد الجوية من فيضانة كارثية محتملة وقالت السلطات إنه من المحتمل أن تهب عصير في أجزاء من كولارادو وعلى الرغم من تراجع شدته وأرسلت وكالة إدارة طوارئ فرقا إلى المناطق المعرضة إلى العاصفة قبل هبوبها أعلن حاكم كاليفورنيا حالة طوارئ في جزء كبير من المنطقة الجنوبية للولاية أكدت وزارة ثقافة الإيطالية أن أثريين اكتشفوا غرفة نوم صغيرة في قصر روماني قرب مدينة بومبي الأثرية وعثر الأثريون على الغرفة في قصر بمنطقة سيفيتا جوليانا على بعد نحو 600 متر شمالي أسوار بومبي المدينة التي دفنها ثوران بركاني قبل نحو الفيعة وتضم غرفة النوم الصغيرة سريرين وخزانتين صغيرتين ومجموعة جرار وأوعية خزفية توقفت سلسلة مطاعم بيرجر كينغ عن إضافة شرائح الطماطم إلى شطائر في الكثير من فروعها في الهند بعد ارتفاع الأسعار في أحدث مؤشر على زيادة تضخم أسعار الغذاء أجاد أزمة الطماطم بسبب زيادة تضخم أسعار الغذاء التي أضرت بالمستهلكين بشدة في أنحاء البلاد بالتزامن مع ارتفاع الأسعار بواقع 450% فيما تشهد الهند طول أمطار موسمية ألحقت أضرارا بالمحاصيل وعرقلت سلالة الامتاد أملان إليكم تذكير بأبرز العنوين الوفد العمني غادر صنعاء والميليشيات الحوثية تضع شروطا تعجزية وتعرقل ملف السلام ميليشيات الأخوان الإرهابية تهرب الأسلحة والصواريخ إلى الجنوب لزعزعة الأمن والاستقرار وإفشال مجزته العاصمة عدن تستقبل بركبات أمنية حديثة بدعم من دولة الإمارات الشقيقة ترجمة نانسي قنقر